التمديد في فترة قبول الترشوحات للانتخابات التشريعية بثلاثة يام قبل ما يجيك حما أهلها مامي ضيفنا معزز شنو تعليقك على هذا التعليق تعليق الوحيد معزز يذولي اللي قجيب معانتا ولينا معاتش نحكيه في منطق متاع انتخابات وسياسة معقولة خاطر للناس وانا خدمت برشا على الانتخابات هو الفامو معانتا غتخو بلانينج اللي تحكي عليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انو نحطوا تاريخ الانتخابات وعننا أجال متاع الصمت الانتخابي والحملة الانتخابية وقبول الترشوحات والطعون هم سرقوا شوية من باب الطعون سوفين بس فسر ثم ناس ما خلطتش هذيا شوف هذيا اليوم اللي يزيد يأكد مرة أخرى ويزيد يرسخ اللي هاته الهيئة العليا للانتخابات ونقول الهيئة العليا للانتخابات انها هيئة غير مستقلة هيئة ترذخ إلى أي مطلب كما بقال الخليفة ثم مطالب متاع الناس تحب تمدد انو الناس ما جمعتش تسكيت مهما يكون الناس هذيها تموقعها سياسي مع الرئيس ضد الرئيس ما نرش في أماجاتها سياسية تموقع الهيئة وقت اللي تخرج في قرار رسمي وتخرج الرزنامة وتنشر على الرائد الرسمي مع انت بقرار من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أي مس من هذه الرزنامة تحت ضغط سياسي من المترشحين هو تدخل في عمل الهيئة العليل المستقلة للانتخابات وهو مس كبير من استقلالية الهيئة اللي هيئة نصبت كهيئة غير مستقلة بالأساس اليوم اشن هو خاصة في التصريحات السابقة للهيئة نسوقه في أنه ثم إنجازات أنه الانتخابات هذه رهي انتخابات ناشحة الناس قاعدة تترشح عن 891 مترشح وراهوا الناس عنا ما زي حجم يعتبر حجم باهي إلى عدد المترشحين جي اليوم الهيئة بقرار ما فيها حتى تعليل ما ثم حتى خلل تقني ولا حاجة صارت أنه تخلي الهيئة تزيد تفتح أبوابها ثلاثة أيام للترشحات هو الرضوخ لضغوطات سياسية وانا قلتها في أول حصة وقت اللي بديت الترشحات راهوا اليوم حتى الرئيس وقت اللي يفكر في تنقيح القانون الانتخابي لأنه أنصار الرئيس عندهم مشكلة كبيرة في جمعة تسكيات ولي تقديم ترشحاتهم اليوم اليوم شعملنا معز حطينا بقانون حاجات ممكن صعيبة حاجات مشحفة في حق المترشحين أنهم يقدموها لكن في الأخير صعبنا شروط الترشح بعد كبكينا ما فيماش ناس نقعدوا نقعدوا رقعهم وتقعد اللي قجيب